محتاج أرجع للماضي شوية عشان هو ماضي عظيم ومبهر جدا وتحديدا لقب الدولي الإنجليزي مع منشستر سيتي كأول مدرب غير أوروبي يفوز بهذا اللقب العظيم ماذا تتذكر من هذه الفترة الكبيرة ما أتذكره هو أمور إيجابية فترتي مع منشستر سيتي كان رائع للغاية قدمت من مالجا في إسبانيا العمل الذي كنا نقوم به وما حققناه في لقب الدوري ولقب الكأس في الموسم الأول كان مهما بالنسبة لتطور النادي كمؤسسة وأن تكون في الدوري الإنجليزي البريمير ليج أن تتحدث عن أحد أخوى الأندية في العالم وأن تحقق هذا الإنجاز في موسمك الأول فهذا أمر إيجابي للغاية كنا نريد أن النية كانت موجودة في مواصلة التطور ومواصلة المشروع ولكن ما يحدث في كرة القدم هو أن هناك أمور غير منتظرة ولكن بكل الأحوال أنا سعيد بالتجربة كان من الممكن أن تكون أكثر من ثلاثة سنوات ولكن هو لقب استثنائي في مسيرتي هل أزعجك وقتها إعلام منشستر سيتي تعاقده مع بيب جارديولا في نهاية الموسم ولا تعملت مع الأمور بشكل هادئ لا لم أكن متضايق على الإطلاق لم أشعر بأي غضب أو أي إنزعج من هذا الأمر لأن هذه هي كرة القدم الإدارة كانت صريحة معي في تلك الفترة بيب جارديولا مدرب كبير وكنا وقعنا عقدة لمدة ثلاثة سنوات وعندما كان ينتهي تعاقدي الإدارة أبلغتني بأنني لن أستمر وهذا أمر طبيعي في مسيرتنا وفي عملنا كمدربين ولكني لا أشعر بأي ضيق من ملاك نادي منشستر سيتي